ولتغطية افتاحات الرئيس السيسي في محافظة المينيا تنضم إلينا شبكة مرسلين من قرية المعصرة مرسل التلفزيون المصري محمود جميل وأيضا من المينيا الجديدة مرسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أهلا بكما ونبدأ معك محمود تطلعنا على أبرز ما أنجزته حياة كريمة بقرية المعصرة نعم إنجازات حياة كريمة في قرية المعصرة عديدة ومتنوعة في كل المجالات في أكثر من مجال وقطاع مختلف تتم في إنجازات حياة كريمة في قرية المعصرة كانت أهم الإنجازات وأهم الأحلام التي تحققت بالنسبة لأهالي قرية المعصرة هو مسألة إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومن ثم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل فهذا وفر على أهالي القرية ما كانوا يعانونه من الأنبيب البتجاز وأيضا يعني كل المشقة في الماضي لكن الآن أصبحت كل التسهيلات والخدمات التي تمت في المنازل من الغاز الطبيعي وأيضا توصيل إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي أيضا إذا تحدثنا عن جانب مهم أيضا داخل قرية معصرة ملوي هو الجانب التعليمي نتحدث عن إحلال وتجديد وتوسعة ثلاث مدارس وأيضا بعض المدارس الأخرى التي تم تطورها لتسع أكبر عدد من الطلاب بدون أن يكون هناك كثافة داخل الفصول أيضا من الخدمات التي يعني يتمتع بها المواطنون في قرية المعصرة نتحدث عن ثلاثين ألف مواطن داخل هذه القرية يتمتعون بهذه الخدمات مركز خدمات المواطنين الذي يقدم كل خدماته من الشهر العقاري وأيضا من السجل المدني ومن الخدمات الخاصة بوزارة التضامن كل هذه الخدمات سهلت على المواطنين عملية أن يتم التنقل من القرية إلى المدينة لكن الآن أصبح لا يوجد تنقل وأصبح هناك سهولة تامة على المواطنين دعيني أنقل لك أيضا أو صد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم من المشروعات يعني منذ قليل الأهالي تواجدوا في هذه المنطقة وكأنها تحولت لمزار سياحي أهالي قرية المعصرة يأتون إلى هذه المنطقة التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويوجد بها أكثر من 15 مشروعا يعني نفذتهم مبادرة حياة كريمة يلتقطون الصور يفتخرون بكل هذه الإنجازات وهذه المشروعات التي تحققت على أرض قرية المعصرة ويعني أحلام تحققت كما يعبرون أيضا هناك بعض المشروعات الأخرى نتحدث عن مكتب البريد الذي أصبح يقدم كل الخدمات الإلكترونية وكل الخدمات الرقمية للمواطنين داخل قرية المعصرة بالإضافة أيضا إلى الاهتمام بقطاع الشباب وأيضا قطاع الثقافة قطاع الشباب هنا مركز شباب صمم على أعلى مستوى وهو ضمن 54 مركز شباب على مستوى محافظة ألمينيا ضمن مبادرة حياة كريمة لأن قرية المعصرة هي ضمن 192 قرية على مستوى محافظة ألمينيا نتحدث على أن قرية المعصرة بها عدد كبير من المواطنين هي التي حظيت بأكبر عدد من المشروعات أيضا لأن مدينة ملوي مدينة كبيرة وهي ضمن خمس مدن يعني تتمتع بمشروعات خدمية كبيرة ضمن مبادرة حياة كريمة أيضا نتحدث عن بعض المشروعات الثقافية عن مشروع كتابك الذي يتواجد في مركز شباب قرية المعصرة نتحدث أيضا عن وحدة طب الأسرة التي تقدم كل الخدمات الطبية والصحية للأسرة بالإضافة إلى مركز تنمية الأسرة والطفل فكل المجالات هنا يعني طالتها مبادرة حياة كريمة لتقديم حياة تليق بالمواطنين في صعيد مصر وخاصة في قرية المعصرة هذه أبرز المشروعات التي دمت داخل قرية معصرة ملوي بمحافظة المينيا عودة إليكم مرة أخرى